يالو والله بالجميع معاكم الوجيه صباحكم والله بالخير اخوان كيف حالكم ان شاء الله طيبين تخيلوا صلاحي من النوم مباشرة غسلت وجيه وجيت شغلت البي سي وشبت تريلر تبع مسلسل وون بيس الحي كان ودي شوفه صراحة في بث مباشر بس والله نمت تعبان حالتي حالة المهم ما علينا من ذلك كله لابس القبة على اني والله مرة متحمس المسلسل اتمنى فعلا اتمنى فعلا اني يكون قدت تطلعات لانه ليش لا صراحة حاجة حلوة انك تشوف عمل زي وون بيس يتحول الى ع وفي سببين صراحة مخليتني اتحمس المسلسل او خلونا نقول ثلاثة سببا السبب الاول المسلسل مرة دافعين عليه فلوس كثير مئات الملايين مش عشرات الملايين مئات الملايين مدفوع على هذا المسلسل هذه النقطة الولى النقطة الثانية المسلسل من اشراف اودا اشراف اودا اودا شخصيا مشرف على المسلسل كلنا عارفين انه اودا ما يرضى اي شي على عمله اتمنى انه فعلا اودا يشوف نتيجة مرضية له ويقول لهم اوكي عليها ثالث حاجة المسلسل مقتبس من القصة مش فلر مش حاجة جانبية قصة وان بيس راصلية اللي احنا نعرفها واللي تعلقنا فيها هذه الاشياء اللي انا مخليتين يتحمسوا الموضوع الشيء اللي مخوفني من الموضوع برضو في نفس الوقت قصة وان بيس مرة صعب انك تقتبسها وتحولها الى شي حقيقي يعني خلينا نقول انه ديث نوت سهلة كونو ما فيها كثير من الخيال ما فيها ضربات طويلة ما فيها انفجارات ما فيها رجول تشع نيران ما فيها واحد يمسك سيف ويصير ثلاثة اشخاص او يخد في وضع الاشرة اللي بقول لكم قصة وان بيس مرة صعبة انك تقتبسها وتحولها الى فيلم او مسلسل حي مرة صعبة فايش النتيجة اللي بنشوفها ما ادري بس نروح نشوف التريلر ونقول يا رب انه يطلع حاجة يعني ما بقول حاجة بيرفك بس حاجة كويسة وتخليني يقول اوكي انا متحمس حلو حلو رأيك الفيديو يا جماعة وخلونا ننطلد ونشوف التريلر tidak لا 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 لماذا كنت أملك لماذا كنت مطفئة ماذا كنت تقول احباً اذا؟ احباً اتباعي لتسرعي سأكون الرجل من المطعم كل ما أحتاجه هو قائمة معاً سنجعلنا قائمة جيدة لن نجعلنا قائمة جيدة نجعلنا قائمة جيدة سأجعلنا قائمة جيدة نحن نذهب إلى الزرق يومي السينماتوغرافي يومي المؤثرات يومي التصوير رائع يومي 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 كان بشانكس واجهك واجهك وين شانكس حركات نوريك بعدين الباقي تشوف في المسلسل شكلها كده هادي شي السماء كان الله مدرش كان اسمه الدبل بعدين صلت نحيفه لقد كنت أحبتنا على المسلسل يا رجال اللي تابع المسلسل روح تابع لاني ميوّل والله باقي كلام والله باقي كلام أتوقع مع ذلك أنا لا أشعر لكي أشعر لكي تباقل بعض التحرير ليس التحرير وشبه لا نسعرنا معاً لنهي لأيه ماذا؟ أعلم أننا لدينا مجردين قام و قام و نو بس ليش مقالوا قام و قام و نو عادي ترا المسلسل بالانجليزي بس عادي تكتبوا ابقائي للأنمي لا تقلوا اسم الضرب بالانجليزي قلها بالياباني قام و قام و نو سهله ترا سهله ممكن في عندهم اسباب ثاني قاما 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 قام واللهي انا ما عجبتني ايواي اليد ايواي السي جاي حلو حلو كلام بستول بستول اخي ش اسم هذي الفيدة 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 حتى الفيدة جاب واحدة ايش هذا اللي قاعد اقوله يا جماعة هذا اللي انا قاعد اقوله منول قصة ونبيس خيالية وفيها الكثير من الخيال لدرجة صعب جدا انك تحولها الشي حي صعب صعب يعني مطت يد لوفي الله اعلم احنا في التريلر شايفين شي كويس بس كيف في الواقع اهو الفيدة جايبين واحدة عاديين الفيدة في الانيمي كانت كما البرميت صعب جدا يقتبسوا الاشياء كما هي فهمتوا فحنا لازم نراعي هذا الشي علشان ما نظلم المسلسل في التقييم نحاول نكون موضوعين قدر الامكان فهمتوا رجل سان جينا لاحظت رفع خان كمل ليه كل موضوعين قدروا بإطلاقهم لا يمكنهم لا يمكنهم بس كده نرجع من جديد على موضوع ليش فتح الفمه أنا من يعرف ليش أودا وافق أنا من يعرف بس شكلها من دون فتحة الفم أفضل والله سواء هذا الشي قاعد أقوله لأني تابعت الأنيمي ولا لا عجبتني صراحة شكلها من دون فتحة الفم أفضل النقطة الأولى النقطة الثانية مادي إذا بيحطوا اللوفي جانب درامي أكثر من اللازم يعني أوكي لوفي عنده جانب درامي كويس في القصة وعنده لحظات درامية مؤثرة جدا بس لوفي في معظم الوقت تغلب عليها التناحة والهبالة واللا مبالاة عارفين كده فتحة العين أوكي جايبينه يمسك ميري كده ما عارف ما أدري هل بيقدمون لوفي شخصية لوفي بيقدموها مثل ما هي في الأنيمي ولا بيضيفولها لمسات خاصة نرجع ونقول يا أخوان صعب جدا أنك تحول شيء أنيمي إلى حي مرة حبيت المنظر ذا جميل جميل زورو فل ممتاز كل شيء ممتاز إلى الآن في زورو سينماتوغرافي مرة رائعة وحش وحش البحر ذا وشانكس يا أخي ما أدري هل هذا تأثير المويل اللي عليه يا أخي في شيء غلط يا أخي في شيء غلط كان ما هو سيء ما هو سيء ما هو سيء في شيء غلط بس ما هو سيء يؤدي الغلط ولا باقي عشرة على عشرة باقي ولا غلطة سانجي هنا نرجع لتقول الاقتباسات من مسلسل من أنيمي خيالي إلى حي صعبة جدا حتى الحواجب يعني حتى لو اقتبسوا الحواجب ما بيطلع شكلها حلو مهما كانت كمية الإتقان اللي بيسوها فيها ما ينفع فلازم لا فيه شيء خلوها بشرية طبيعي لا تقلق لك لكن أنا أعلم أننا نحن 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 يقول في أحد يقول أنا كنت أتوقع أنه بيكون نفس نفس أجواء قراصنة الكريبي بس أوكي قراصنين عادي حتى لو كان زي قراصنة الكريبي نتكلم عن عالم قراصنة هذا هذا تعليقه رهيب هذا تعليقه رهيب يشرح كلامي بالضبط قصة ومبيس من أصعب القصص اللي ممكن تحولها إلى قصة حقيقية زبد خلاصة كلامه الحمد لله يعني ما فيه كثير قاعدين يتحلطموا وشيز حاجة كويسة أنا كنت خايف أنه الناس تتحلطم بس كويس والله يا جماعة يعني خلونا نلخص الكلام كذا ختاما بس عشان نقفل الفيديو التريلر جميل جميل واضح أنه المسلسل فعلا متعوب عليه من ناحية الأزياء من ناحية سينما توقرافي من ناحية المؤثرات البصرية اللي ظهرت يا يعني مع أنه عندي صراحة يعني كذا تعفضات تجاه وحش البحر لقاتل وشانكس ما أدري ما أدري إذا هل هو جودة الفيديو ولا هو لمعة الموية شوية مخليته غبي ما هو واقعي فيه شوية من عدم الواقعية مش شكلا أقصد أنه التأثير ممخلي وحش البحر منسجم مع الواقع لجوة الفريم أو طبيعة الفريم طبيعة والبيئة لجوة الفريم غير كده لما أنا كل شيء ثاني كويس زوره مرة رهيب ستايلا وأداءا شكل مؤدي شخصية لا يقع عليه لوفي شكل مؤدي شخصية مرة كويس الصوت أكيد منأخذ فترة لن نتعود عليه ولكن الأداء كويس واضح أنه الولد خفيف دم ولطيف إن شاء الله أنه بس يقدم الدور بشكل كويس ويقدم الهبالة والتناحة بشكل كويس نامي أخ أنا كرح نامي عشان كي ما أحصطفنا أحب نامي قصدي فا أههاها أوسب أوسب مرة عجبني صراحة أوسب أحس بس فعليا ناقص الخشمة الطويل بيصير أوسب مئة بالمئة وبيني وبينكم أفضل حاجة أفضل حاجة علشان نقص الكلام وما نكثر هرجو وما الأمه لازمة أفضل حاجة علشان نحكم على العمل بشكل كويس ننتظره لن ينزل ونحكم بشكل كويس وطالما إنه القصة مقتبسة من قصة هون بيس فإن شاء الله أن القصة ما رح تتأثر ممكن الأشياء اللي رح تأثر على المسلسل إما الأداء أو المؤثرات أو الأشياء اللي ممكن لها أو الأشياء اللي يحرفونها يعني زي هذا يعتبر تحريف بسيط ما عجب إني صراحة بس أوكي يمشي الحال يعني ما رح يسبب مشكلة لكن لو حرفوا حاجة ثانية كبيرة إيش بيصير فأتوقع إنه إن شاء الله الأمور طيبة بتكون من ناحة القصة ولكن مشكلتنا إذا في مشاكل رح نواجهها في المستقبل رح تكون مشاكل أداء تمثيلي أداء صوتي مؤثرات بصرية وإن كان وقتباسات كان مفروض نشوفها بشكل وإنه بتطلع لنا بشكل مختلف ثاني فاير نكون هنا وصلنا لهاية الفيديو يا جماعة دعواتكم ليها بالشفاء العاجل والله ما زلت مريض ولكن ما حبيت صراحة إني شوفت تريل الرحالي قلنا نشوفه مع بعض هكذا الفيديو اللي أعجبكم اشتركوا في القناة لو كنتم مشتركين كان معاكم الوجيه شوفكم في الفيديو قادم